كثير من الناس يعتقدون أن علاج دوالي يقتصر على الجراحة ومن هنا يكون تخوف اليوم الحمد لله كانت تقنيات جديدة كانت علاج جديد الذي لم يحتاجه معه الجراح ولكن الواحد لا تعطل وجاء بليفاريس كالأحبال وعنده مضاعفات فحتما ما كيبقاش عنا اقتراحات كثيرة فالاقتراح دي العلاج الدوالي او ليفاريس كان اشكال كثيرة ومتعدة منها اللازير الداخلي منها لغاديو فريقونز ومنها اليوم اللي ولينا كنديرو يعني حقا التصلب والآخر ما المستجدات هي ذاك اللاكل اللي ولينا كنديرو يعني التساق ديال ذاك الافين ولكن هاد المسائل او هاد تقنيات الجديدة ما يمكناش نديروها الى الواحد جا في حالات متأخرة فذك شي لاش العلاج المبكير هو مهم وكيقينة من الجراحة وحتى لكنت الجراحة اليوم الحمدلله الجراحة أولات اسهل ما ممكن مبساطة وبتقنيات جديدة بحيث بعد ما كنديرو هاد المخكاج لان هاد المخكاج هو الاساس باش كيجعل اللي كيجعل ان هاد الجراحة كتعطي نتيجة والجراحة حولت عبارة عن تقب عن التخدير المحلي و الواحد يدخل في الصباح و يخلش فليشية مباشرة كيمكن له يستأنف العمل ديالو او يقدر لي يتمشى في نفس اليوم